صح 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 مار التناء آه صباح الخيل صباح الورد رحمة وفه شو أخباري؟ تمام الحمد لله الحمد لله أنا مبارح يعني نهينا الفقرة وكان في طلب كتير كبير على مجموعة كتير كبيرة من الأبراج وما لحنا ناخدهم فمنح أنه اليوم إحنا كمان طالعين لايف عبر صفحتنا على فيسبوك صفحة عمان تي في أوفيشل بقدروا يعملوا لنا follow ولايك ويحضروا live streaming معنا وكمان أكيد يطلبوا كل لما أضوي live بطلع صوتنا مرة ثانية آفة فتحياتنا لكل اللي نضمونا أهلا عادي هلسة في عنا كمان شخص ميسون حابب يعرف توافق ذكر الدلو مع أنثى العقرب يا ولدي صعبة يعني مواصفاتهم بعيدة عن بعض كثير كثير بعيدة يعني بدهم تنازل حسنا يمكن أول مرة بنطلب هالنوع من التوافق أو من زمان ما نطلب نحنا حكينا عنه بس أليل هم أصلا لما بيلتقوا بيصير في تنافر بينهم ولذلك ما بينطلب كثير ما بتوصل للأمور لأنه يسألوا أصلا عن الأبراج إذا كانوا بين برجين فبيأخذوا من البرج اللي قبل أو اللي بعد فبيصير في تناسب بس كذلو عقرب صعب العلاقة ويريت يعني لما تكون هيك علاقات يعطونا التاريخ عشان نقدر نعطي معلومة أحسن قبل ما أحكي الدلو مع العقرب بدي أذكر أنه اليوم آخر يوم نحكي عن التوقعات الفلكية لهذا الشهر شهر شباط الأحد رح نبدأ بشهر آذار بإذن الله أنا بحب شهر ثلاثة بتفائل فيه بحس أنه هيك خلاص بيبدأ فيه الربيع بحس أنه قرب الصيف لسه لشهر أربعة رح نضلنا كل برد نضلنا كل برد هيك فكرك أنا بحب شهر اثنين عشانه أصير وخفيف وفي عيد ميلادي يا سلام صراحة وأنا بحب شهر اثنين إذنك عشان عيد ميلادك لعيونك يا ميسون حبيبتي هلأ المزاج مختلف والميول مختلفة بين الطرفين بدنا كتير تنازلات خاصة من برج العقرب لأنه هو يعتبر البرج الأقوى اللي مواصفاته عالية جدا الدلو إنسان عاطفي وبيحب حريته بعكس العقرب اللي بحب يسيطر وبيحب يفرض الأوامر وبتزداد عنده هاي المسألة لأنه الضعف الموجود عند الدلو بيخليه يسيطر أكثر لذلك ما تستغل هاي النقطة عن برج الدلو إذا بدك تحتفظ بهذا البرج بهذا الشخص بدك تكون كثير بسيط بعلاقتك مع الدلو فالاعتماد النجاح العلاقة على العقرب أكثر أوكي بدنا نذكر بأنه رقمنا هو 06569099 لكل اللي بحبوا يتواصلوا معنا وأيضا اللي عم بسمعونا وبيحضرونا من خارج الأردن حكونا على سكايب إذا حابين تعرفوا أكثر عن توقعات برجكم لشهر اتنين في عنا عبر فيسبوك رانا أيوب ميسون بتصبح علينا شكرا لإلك يا رانا بدأت تعرف توافق أنثى السرطان وذكر الجوزاء السرطان مع الجوزاء صباح الخير رانا طبعا رانا موجودة عندي على البيج عم بتقول كثير ببعث لكم ما بتردوا علي لا هين ردينا يا رانا كل خميس لما أطلع لايف بالليل أعمل الفقرة لهم لمدة ساعة بتكون هي الأربعة طالبة بقولها بكرة الخميس ما بيصحلها الخميس فكثير بتنزعج وأنا كمان بنزعجه بصراحة نعم فعذريني يا رانا يلا سرطان مع ميزان استني أرجع لك على الكومنت آه أنثى السرطان مع ذكر الجوزاء ومع الجوزاء مين اللي قال آه بتقولوا آه عكل إشي أنتوا أعراج طبعا هلأ ما مننسى أنه في تقلب وميزاجية عند الطرفين وهذا الشيء ممكن يخليها العلاقة شوي تتراجع آه بدنا شوي التنازل وشوي تصبر والعدل العشرة قبل اتخاذ القرار قبل الإيجابة وقبل فتح أي موضوع بين الطرفين النقاش الإيجابي موجود خاصة من قبل برج السرطان وهذا الشيء أيضا مهم بالنسبة للجوزاء آه بدنا يكون في تفاهم أكتر على كل صغيرة وكبيرة وبنفس الوقت ما في تأجيل كل هاي الأمور بتخلي من هالعلاقة ناجحة بإذن الله رح نتابع معاكم لايف على فيسبوك ولكن خلينا ناخد اتصال على 06-6-6-9-0-2-9-9 هلو هلو مرحبا أهلا وسهلا مرحبتين أنس معاك من العقبة كيفك يا أنس الحمد لله تمام شو أخبارك يعني أنا أنا والله منيحة بس نفسي أكون هلأ بالعقبة جودافي وشمس وسمك تسلم فضل ميسون معاك يا أنس 23-4-83 شو بيأثر عليه الأبراج وبيأثر عليك برج الحمل الحمل أكثر وهذا من مصلحتك هاي السنة لأنه عندنا الحمل أحسن يعني وضعه أحسن من برج الثور فعمتاخذ إيجابيات كتير عالية من الحمل رح نحكي لك عن برج الثور شكرا أنس لأتصالك كل تعليقاتك دائما بحسك إنسانة صيفية ما شفت بدأ تكون بالعقبة راح أنا بحب الصيف بحب الشمس بتعرفي أنا ليش كنت مبسوطة كتير بالقاهرة لأن القاهرة دائما مش مشمسة حتى لو الدنيا لو أنك بشهر 12 لو أنك يعني ما في غيوم ما في يعني وإحنا كمان بعمان محظوظين شو يقولوا الناس اللي سكنين مثلا بأوروبا ولندن ما بيشوفوا الشمس بالأشهر بس أنا بنت يعني أظن بتغذى على هذا السنشاين على أشعة الشمس حلو كيف بس نسيت الأبراج ميسون نسيت الأبراج لأنه كمان أنت بتحبي الألوان الفاتحة والألوان الزاهية هذا بيأثر عليك لأنه بالشتة بتلبسي غامض صح فحاولي تلبسي ألوان فاتحة كمان بالشتة هذا بغير نفسيتك بيخليك تشعري بالصيف أكتر من الشتة ممكن برضو برج الثور العشر أيام الأخيرة اللي إحنا فيها رح يكون في حلول مهنية لكثير من الناس رح تتغير نظرتك للحياة رح تختار الأسلوب الصح بالتعامل مع الناس والعلاقات الاجتماعية الجديدة رح تكون أكثر انفتاح وأكثر دعم لإلك من القديمة وما تنسى يا برج الثور أنه تكون إلك حياتك الخاصة الالتهاء الموجود عندك بهذه الفترة من بداية السنة عم بيخليك تخسر بعض الناس اللي حواليك سواء كان من الأقرباء أو من الأصدقاء بالنسبة للعاطفة رح ترتقي بأفكارك وتنتهي كل النزوات والعلاقات العابرة لحتى تتحول لحب حقيقي لحتى تعيش الهدوء للمرتبطين وغير المرتبطين غالية قدماني يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك حبيبتي بدأ تعرف عن توافق أنثى العقرب مع ذكر الجوزاء كمان كله قوي اليوم الأبراج يعني العقرب مع أبراج هوائية تتخيلي إنسان قوي شخصيته قوية نعم بيقدس العائلة لكنه بيفضل العمل نوعا ما مع الأبراج الهوائية بيكون بعيدة عن العاطفة والجوزاء من الأبراج اللي كتير رومانسيين وعاطفيين وبيحبوا الغناج وبيحبوا الدلع وبيحبوا كل يوم يذكر الطرف الثاني بيحبوا فمع العقرب بدنا نوصي العقرب إنه يكون زي ظلها يعني الظل له حتى لو كان هو الذكر الجوزاء هو الذكر المرأة العقرب بدها تهتم فيه تابعوا بشكل كتير كبير تذكروا بيحبها دائما هذا الشيء جدا مهم لحتى تنجح العلاقة مع برج العقرب أول مرة بحسه أتحاله هاني شاكر بهالأغنية دائما ببكي وحزنان وتخسري وغلطة وندمن عليها هون هيك رجع بلك يكون بلش يحب والله ممكن على بعد ما شابه يدوه لكو التأب هادي الحب موجود إحنا هلا حكينا بكل الأعمار الحب موجود الحب الإنسان أنا بقول لازم يحب وإمتن ما سحط له الفرصة أنه يحب يحب يعني طبعا إذا ما بظلم حدا بالطريقة مية بالمية في عنا اتصال من مدينة الزرقاء أهلو أهلو صباح خير صباح النور أهلا وسهلا كيفيك روعة؟ شو أخبارك لا أنا رهف روعة زميلتنا العزيزة بس إحنا تنتين صوالحة إحنا تنتين صوالحة بالزبط عيلي فنية شو بدك تعمل يا ميسون؟ شو محمد تفضل؟ بنا نسأل عن برجة أنا بعرفة شو برجة 11-11-65 11-11-95 العقرب رح نحكي لك عن العقرب ومش قريب على البرج اللي اللي بعده لأنه يعتبر أول يعني أول يوم بالعشرية الثالثة النصف الأخير من الشهر رح تهدأ الأمور وتحاول أنه تحل كل المشاكل تباعا وتكون الفرص سهلة لحل هاي المشاكل الإنفراج موجود أيضا البطء بسير الأمور رح يكون شوي مزعج لبرج العقرب ولكن هاي السنة من بدايتها أحسن من العام الماضي فتقبلوا هذا البطء لأنه هو الأصل بحل المشاكل عاطفيا النزول على أرض الواقع ومناقشة كل الأمور حل كل الأمور مع الشريك حتى تعيش السعادة سواء كان للمرتبطين أو غير المرتبطين في عنا دعاء رواش دي سعاد صباحك حبيبتي بدأ تعرف عن توافق أنثى الميزان وذكر الثور شو قصة التوافق اليوم؟ اليوم كله لو تشوفي أنا هادول يمكن اللي قرأتهم واحد بالمية من التعليقات اللي واصلي على اللايف فيديو حلو حلو كثير طبعا ما عليش جاي الأيام جاي الأيام إن شاء الله ما حدا يزعل هاي العلاقة ناجحة كثير وفيها كثير من الصبر فيها كثير من الحب والرومانسية والاحترام بالبداية لذلك يتجاوزوا كل السلبيات ونقاش إيجابي دائما موجود بينهم لحل المشاكل كل هاي الأمور بتخلي من هالعلاقة ناجحة بإذن الله بدنا نشكرك يا ميسون تمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة بس ممكن لأنه كان في طلب كتير كبير على التوقعات لموليد برج الأسد فبصير استثنائيا بس نحكي للأسد بشكل سريع سريع كيف يعني هلأ ما أنا عم نخلص شهر اثنين شو أخبارهم بشهر ثلاثة لثلاثة بدك؟ لا معقول تغششيهم جملة الأسد كويس شهر ثلاثة بداية السنة كل الأمور عم تمشي بشكل جيد غلص هلأ اللي بدأ بمشروعه بالعام الماضي هلأ رح يكون فيه إشي كتير ممتاز بشهر ثلاثة أنه يستنبط بعض الأفكار اللي يظهر فيها قدام المنافسين اللي حوالي نعم اللي ما بدأ بيكون عنده بداية يا أما من هذا الشهر من منتصفه ورح يكون كثير ناجح بشهر ثلاثة اللي ما بدأ رح يكون عنده بداية بشهر ثلاثة شو بدكم أحلى من هيك؟ يعني خصينا اليوم موليد برج الأسد بتوقع سريع من ميسون لشهر ثلاثة وإن شاء الله زي ما قلنا يوم الأحد ميسون رح تبدأ بيئة توقعات الفلكية لشهر آذار 2018 ميسون شكرا انبسط بالويكند إن شاء الله جميع ينبسط إن شاء الله صح الصح صح صح اه صح سيح مارة نا اه اه شكرا